هكذا تدخل قنصر المملكة لرفع عالم المغرب ونزع خرقة البيولوزاريو كشف عبدالإله الإدريسي القنصر العام للمملكة المغربية في فانيسيا تفاصيل العمل الجبان الذي قام به مرتغزقة البوليساريو اليوم الأحد الماضي من خلال إنزال العالم الوطني المغربي ووضع خرقة الانفصاليين وأشهد نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بالروح الوطنية العالية التي واجه بها قنصر المملكة نشطاء جبهة البوليساريو بعد مهاجمتهم مقر القنصرية إذ قام مباشرة بعد نزع العالم الوطني بالتدخل وإرجاعه في وجه المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وقال عبدالإله الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الموالين لجبهة البوليساريو نظموا الوقفة الاحتجاجية قبل بداية وقتها القانوني المرخص له مضيفا أنهم استغلوا عدم حضور عناصر الشرطة واقتربوا من باب القنصلية ثم صعد أحدهم وقام بنزع العالم المغربي ووضع مكانه خرقة الانفصاليين وقام القنصل العام للمملكة المغربية في فانيسيا بنزع خرقة البوليساريو وإعادة العالم الوطني المغربي أمام أعين الانفصاليين قبل أن تحضر عناصر الشرطة إلى عين المكان وأضاف الإدريسي في تصريحه بعد خطوتهم الجبانة لم ألتفت إلى سب وقدف المشاركين في التجمع وقمت بنزع خرقة الانفصاليين ورميتها على الأرض مضيفا أنه بمجرد حضور الشرطة الإسبانية تراجع نشطاء البوليساريو من أمام باب القنصلية وأكد قنصل المملكة أن رد فعل الخارجية الإسبانية على هذا السلوك الجبان كان قويا وسريعا مضيفا أن الحكومة الجهوية بفالينسيا قامت هي الأخيرة بالتنديد والتضامن ضد أعمال التخريب وشددت السلطات الإسبانية وفق المصدر ذاته إجراءات المراقبة أمام مبناء القنصلية العامة المغربية بفالينسيا عبر تخصيص صيات أمن تحسبا لأي استفزازات أخرى قد تتكرر خلال هذه الأيام بعد ردود الفعل التي يقوم بها الانفصاليون داخل المغرب وخارجه وأدانت الحكومة الإسبانية بشكل قاطع أعمال التخريب التي ارتكبها اليوم الأحد نشاطاء الجبهة البوليزاريو أمام القنصلية العامة المغربية في فالينسيا وقالت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني في بيان لها أن إسبانيا تدين بشكل قاطع الأعمال التي ارتكبها اليوم الأحد الماضي بعض المشاركين في تجمع أمام القنصلية العامة للمغرب في فالينسيا وأضافت وزارة الخارجية الإسبانية أن هؤلاء الأشخاص اقتحموا مبنى القنصلية في محاولة لوضع عالم ما يسمى بالجمهوري الصحراوية وهو ما شكل انتهاكا لحرمة وسلامة وأمن مقر القنصلية المغربية المصدر نفسه أكد أنه لا يمكن لأي مظاهرة تنظم في إطار الحق في التجمع أن تتحول إلى أعمال غير قانونية مثل المحاولة التي جرت يوم الأحد الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للتشريعات والقوانين المعتمدة وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن الحكومة تعمل على المزيد من توضيح الحقائق وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان احترام سلامة وحرمة البعتات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة